أدان وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيرته الاندونيسية ريتنو مرسودي الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الحالية في قطاع غزة والضفة الغربية وكذلك الأعمال الاستفزازية المتمثلة في انتهاك المقدسات الدينية التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي وأخيرها الإعلان عن النية في بناء معبد يهودي في الحرم الشريف وطفق الوزيراني خلال اتصال هاتفي بينهما على أهمية التنصيق في إطار أعمال اللجنة الوزرية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية واستمرار العمل لوقف إطلاق النهر بصورة عاجلة وضي حد لمعاناة الشعب الفلسطينية